اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعدتك في الغية كده كترت وطولت من خير ما حطرلك شغلك يا فواز سيبك بس من حوار الشغل ده انت اصلا كما بتحني للغية بيبقى حاجة من اتنين يا مش طاق حد يا في حاجة شغلة بالك ايه بص يا فواز بص بسميتك فيه احلى من المنظر ده في الدولة سبحان الله سحر حرية مش بس سحر حرية طيرين في ملكوت الله من غير السقف خلقهم ولا حواجز تمنحهم ولونهم ابيض لون قلبك يا وادو انت صهير فاكر يا فواز لما جبرت شوية وجيبتك الغية هنا عشان اعلمك ازاي تأكل الحمام وتعودوا على الغية من خير ما تخلوه فاكر ساعتها قلتلك يا فواز اوعت هي في الباب غية ولد كانت في طيب اه عشان لو قلتني تخلق عمره ما هيحط عندك تاني ابدا حقيقة متل ما بيقوله هان اللي تفتكره موسى يطلع فرعان ولك انا عملت له صفقة العمر لازم يبوس ايده كان وشه وقفه يقوم يستحمرني ويلعب من وراي مع شريكي اللي شافه مرة او مرتان ريح عالك شوي احسن يصير لك شي يا سليم ولك يا فاتح كانت هيدي صفقة العمر لو تمي كنت حقركة بالريح لكن هيدي السرسري اتقامر مع شريكي واعترف لي بكل دهاء وقاحة ويرجع يقول لي يا عم سليم الاقربون اولى بالمعروف ولك شو هالحربية اللي مزوسة ما انت بتقول انه عمى باتفقوا معو بطي ياك انت يلي انا شو انت ما بتعرف التعبان مروان صبري وكايدة لما يمسك بالشي بيضبك ما رح يترك هالشغلة تروح من ايده اعملوا اللي يقلك عليه ويجيبوا لجيهتك طيب والشغل والعقود اللي عملتها مع الناس ببيروت واللي قلت لهم انه رح يمضي وعلى هذا الاساس صرفوا مصاري كتير خلص خبلهم انه ما انه مواثق وريح حالك قلت يا فادية انتي ما بتعرفي ايه متح الصفقة هاي دي الصفقة كانت بالنسبة انها صفقة العمر ومايا مايا ما رح يعصل لشي باذن الله انت ما سمعت اللي قالتو هي عم تقول انها عيشة بينات عصابة بدو تجننوها هي مش بدها تطلق انا رح طلقها بس وقت اللزوم لما اعرف بشو عم بفكر والخط اللي حيمشي عليها وانت كيف هتعرف كل هالقصص معل اسف ايدي المحيرني وابو اربع عيون مش حادي ما بفهمشي مصطول وما عنده لا معلومة وبنتنا متل ما انت عارفة بطيخة وبطيخة وبتغرق بشغر ماي بتركها بحاجة اللي ارضى عليك هي ما اني نقصة لحظة كيف عندت عليها الفكرة معقولي فكرة شو فاهم شو هم تقصد الاقربون اولى بالمعروف وليه ادعمه قولنا ملوش الازمة المشواردة قادينا من ابناش غير المرمطة وقلة القيمة والطاردة زي الكلاب قدام الناس احيات امي ما انا معدهالو ان خليته يلف حوارين نفسه ويتمربط زي الولايه في المحاكم ما بقاش انا تسوقي بس انت مالي ايدك من حواري العضاية ده ايه ده يا راجل مجنون كل يوم جوازة شاكي تعرف يسموه ايه ده يسموه زرنسا وفي القانون بيسموه سفيه والنوحة الازمة يتحجل عليها يا شعبال صح؟ وجوازته الاخيرة دي اكبر دليل عليه ايه وجوازاته اللي قبل كده واللي قبل كده كله ممراسة ابونا واللي جابونا يا شعبال يا سلام بس لو اختك توقف صفنا مش تايا اسمع سريتي يا شعبال ما لو عندها كرامة لو دي عندها كرامة فعلا ما تبوش يعمل فينا كده انا مش عارف سحرناها ولا ايه ده بس خد بالك يا نجم القضية دي لو خسرناها الراجل دي هيركب على التفنة ويداد الرجنيه وانا وانتا هنتسوح انا مش هسكت يا شعبال هفضل اناخرب وراء الغاب ما يجيب حقنا هيكد ما بقاش لها غير حل واحد انا وانتا بترد شيشة يا زفت ساز علي ساز علي انت ثاني معلش ممكن نتكلم شوية انا معندش كلام اقول لو سمحت يا استاذ علي مش هتفتل كده اتفاضل معنا نتكلم فيها يا حدة اتفاضل استغفر الله الرازم استغفر الله الرازم تريبني هم عشان تعددني استغفر الله انا بقى بهددكش انا بنورك ولازم تسمعني وانا مش عاوز اسمع حالك لا تسمعني عشان مصلحتك ده تهديد تاني بايه ده بقى وفهمني وقولنا مش تهديد شغلنا دي متوقف عليها حاجات كبيرة قوي حاجات اكبر منك ومني ومن اللي فوقينا كمان سواء في شغلك او في شغلي عشان كده نوه ايه انت بعندكش حل تاني وانا عايز افهمك حاجة بقى انا ماليش علاقة بشغلك انا ليه شغلي وبس والموضوع اللي انت بتطلبه مني دي مستحيل اعمله تحت اي ظروف في الدنيا والموضوع ده كلمتك فيه بدل مرة ألف مرة وانت مش عاوز تفهم انت اللي مش عايز تفهم ان ده مش اختيار مش معنى ان انا بأعرض عليك كوبشنز يبقى من حقك تقول لا كوبشنز يا علي يا علي انا عاوز الفعك معاي وانا سيدي مش عاوز المنفعة دي الله الغاني واسبني بقى عشان انزل الناس اللي طلبين منك الخدمة دي ناس تقيلة وقدرة قوي مش هاسمحوا لأي حد يقدهم ولا يغزهم حد لو وصلت للدم ومتقال يا علي انت عندك هالة عايزة ربية في حاجة تانية عايزة اقولها لك حاجاتي انا قلتلك انهم مستعدين يدفعوا لك نص مليون جنيه لا لا بقى مليون مقفول بس بشرط الملف يكون عندهم في خلال 24 ساعة مش هكتر فكر كويس يا علي ما تضيعش الفرصة الناس دي زي النحل يتدوب في عسلهم يتموت بارسقهم عاوز اتطمن عليها فواز ما تلاقيش يا حيات ان شاء الله خير يا ابوكي كمان راح لو قعد اتكلم معاه بس ما فهمش وعايز ايه طريبا فيه ناس عايزينه يعمل حاجة هو مش عايز يعملها جابرينه على حاجة هو مش راضي عنها حاجة كده يعني خير ان شاء الله وانا يا اخويا ما قلتش لانهرة اكتر من كده لاني اساسا مش عارفة ايه الحكاية غلوبت غلوبت معايا فواز عشان يحكي مش راضي قلت بقى انا فيش غراك انت انت اللي حتخليك كل ان شاء الله انت ماشيت البيت اللي عندك ولا ايه؟ لا لا يا اخويا بتيجي يومين في الاسبوع ما تجيش الاسبوع كله ليه؟ انا متفق معاها على كده وعنا هربت حاسابها على هذا الاساس اه يا اخويا ما هيقالتلي بس انا حبقى مرتاحة اكتر ان ما تيجي يومين في الاسبوع لا اله الا الله انت يا بيت تغريبة قوي يا بيت انت بنت الحج منعم واخت الحج فواز الصيان ازاي تبهديه نفسك كده؟ الله انت متعلمة متعلمة ومعاكش هادة في ايه يا اخويا ما انا بفيد ولادي باللي تعلمته وبعدين ما انت فرش للبيت احلى فرشة هو ايه بقى الحمد لله قوي على كده؟ الحمد لله على كل شيء حول ولا قوة تايلة بالله طول عمرك فقارية زيج زيج وزيج اخودي اخودي ايه ده بس يا فواز اخودي ايه مش اليهم مع اللي عندك يمكن ينفعوك اخودي ده هتكسف من اخوكي بقى كمان ولا ايه اخودي اه اخوكي كبير يا بد ربنا يخليك يا قوي وما يحرمني منك ابدا بنا يخليك لا يا حبيبتي يا عحلة اخوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا فواز ازاك يا حاج فواز وحشنا يا عم اختي بتقول ان انت بتخلص شغل قبل كده بكتير انت ايه ترعب بديلها كل ايه صحيح انت كنت فين يعاني كل ده كده هديك سقنتها علي كله بسواب وبالشفة الله ههههههههههههههههههههههههههههههههه هروح اعمل لقه كتب. اهدى. حبلغ عنه. اهدى. اهدى يا اهدى. الامور اللي زيدي ما تتحلش كده. اللي لازم تفهموا ان ناس زيدي عندهم مصلحة بالحجم ده ممكن يعملوا اي حاجة. اي حاجة. في سبيل ان محد يشوفوا صدق. وانا بخافش حاج فواس. غيرش بس اتهزيت. بس ده كان عشان حياته العيال. انا مش معنى كده ان احسلم لهم وطوعهم يعني. حد كيف صرت انك تطبيعهم? انا بقول لك ايه هدى? وفكر بالراحة. يعني اسكت يعني? لا. تفكر. تفكر وتحسبها مظبوط. اي احسابات حاجة فوزها تبقى لصلاحه. وخصوصا يعني من المبلغ اللي هم عرضينه ومش مبلغ ولاية. ده مبلغ مغري جدا. خصوصا على موظف زي حلالتي كاحيان ومحن تشغل مرتبه. استغفر الله العظيم يوارف ما انت اللي فقري. انا ميت مرة وتدع دعا معي. الله. ما انت تعرفني كويس اه هج فوز. راجل راضي بقليله وبلغ اسمهله ربنا. اين العقل يا حبيبي اين العقل يا دختي. بس برضو الامور ما تتحلش كده. مش فهمك. عاوز تقول لي ايه. انت دلوقتي لو روحت تبقى لها. هتبقى لقى مين? عن اللي بيتطربه. حيلفه. اسمه ايه. فهم. فهم ايه. ما عرفش. ما انت عارف هو. ممكن ما يبقاش فهمي من بابه. ولا ليه اي علاقة بيه. ايوة. بس هو اللي. طعم. طعم بترميلة. لو كشف في ستين ده هيا. وهما في السليم. وانت بقى مفتاري وكتاب. انت مفتاري وكتاب. لا. طب. طب اعمل ايه? اللي هقولك عليه. بس الاول تصليا قال نبي. عليه اواة للسلاة والسلام. وتطيب كده من راحة الحبيب. له الحبيبي. اهدى خالص اهدى كده وروق. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم عليا يا ابن الصلاة والسلام أيها اسمعني بقى يا ابنه وحدة وحدة شوفت يا أختي بيت عامنا زي؟ مفيهاش غنطة النسوان دي يا أختي أمال إحنا كده ليه؟ وإيه المفقاها اللي جايبها لنا الحج دي؟ أنا حرفها؟ مش عارفة عجبه فيها إيه؟ وفرحنالي بشوية مطبطة اللي عاملة هملي وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وإزاء إيه زاء دي؟ أنا حرفة بقى يا أنهار؟ طب شوفتها يا أختي بيتعمل التمارين؟ عملة تتقصى قال يعني بقى البت الرياضية بتعمل التمارين الصباح يلا يا خايبة ده إحنا اللي هبلوا مش واخدين بالنا مضروحنا وقاعدين برشين كده لما عملين نعرض أهو النعمة الشريفة أعملينكم اللي بوزداني وقاجن لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا يا نهار السودون ده يلبس التنيلة لا ما تعملينش بروحك قوي كده ده أنت أمر وحلوة وجسمك حلو ومش مسقطة ولا عندك بروز ولا في حاجة زيادة بسم الله عليك يا ربنا يخليك لا يا أنهار وأنتي والنعمة الشريفة خدي مني أمر والنعمة الشريفة مناخيرك منها منمى ووشك أمر وجسمك جسمك ولا البيت ننفى حريم السلطان يا اختي حودي على دم إحنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحسيتنا حوسة أول نعمة الشريفة ومق برضك معثرين كده في جسمنا أنا مش عارفة يا اختي إيه اللي بيحصل لنا بعد الجواز بنتبدل الواحدة من دول تتجوز عدلة فجأة تقوم لابسها وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغات لما تقلب بوما ماشية في البيت لا مش معاك أنا في ديه لا إسكيوز مي بقى يا أنهار ما الرجالة برضو ناقصة ساعات كده مخها بيصغر بتتحايزة تحجم البيت وخلاص زي ما يكون فيه في الكلب بتاع البيت براغيت بتقرص هيهم طول مهم قاعدين كده طب وبعدين أنا مش متطمنة نعمة يا اختي وأنا كمان الفربيل عفا عبي البيت دي قلقاني البيت زي ما كونها تعمر وتقوم ألشة واحدة فينا ألشة؟ يا نهاري سود فينا الموقوسة الثالثة اش عارفها أنا عايزة الموقوسة الثالثة اطلعي يلا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثانين مين؟ حيكون مين يا اختي؟ جز مواكيز جايين يتلموا على خيب ضرادة أبعي شوية الله الله في ايه يا أخوان مالكم؟ فلي يا حبابتي التلفزيون ده وركزي معنا شوية حاضر يا أختي بس قولنا بس في إيه 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 إلا حصل؟ هو إحنا هنفضل حطين إيدنا على خدنا وصيبين البت اللي برا دي عمالة تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طيب وإحنا يا أختي في إيدنا إيه نعمله بس؟ يا أختي اسم الله هواتي اللي على السارك في إيدنا إيه نعمله؟ في إيدنا إيه نسويه جره؟ يا أختي براحة شوية إحنا جايين نتخانق ده إحنا جايين نتفق أيوة نتفق نتفق على إيه بقى؟ والنبي ما عارفة مدام المقالب ما جابتش نتيجة يبقى إحنا لازم نعمل زيها؟ زيها؟ اللي هو إيه حضرتك أقول لكم دولة إيه حرب عليكي؟ حرب عليكي السميني بحالي؟ مش عارفة بتاع بلاشي بطيرة؟ يا راكل ما لك بقى الطريق كده زي الجيلة؟ مرد هرست تحت منك؟ وبيس جدتك حتة سليمة؟ ده إيه يا راكل؟ أنت مساعدة سفرية السودة المهببة على عينك دي؟ وأنت مش ضيقني جمع؟ ما بقى لاشي السيرة دي يا سعاية تخلي الليلة أتعدي؟ شكلها مش معداش حدا اللي على رقابتك لو ما دتنيش حق تشارعك ليه؟ مفيش حق إنسان بطحون ومعجول؟ لا، في حقور وراي يعني أم انتي الععوني محدش بياكلها بالساحة اوه يا مبسرية اوه إن أنت الععوني الحعوني الحعوني احصل احسرو اوه يا مبسرية ربنا ياختي إيهjaw جايف إيه أقولك يا عبريب ري PEsstand لا دو فıyla عمكة اللي؟ عدا� dich سبق الريض ثبتمتي مات يا عمكة خلية اقول لك يا عجب انت اطلعت لنا قد من السماء ليه كنت بتخارجه لحد تثبتك في الصالح مهركة غير متكافأة سيف خشف قد من دبابات ومدافع وكنابل ونبالب وجميع الوعي القروب والله مان حالك اتلاحظت في مخك خش يال غير هدومك وتعالى ياله عشان في مهمة محاجح انجزها لي غيرك ياله بسرعة اقول لك يا عجب تعالى معايا ولا اقول لك خش هكتل هدومي من جوه انا جيب لك هدومة تتلحظت فعلا خشي هنا طيعك شهلك في قلبي وتكرك يا عاط صديك بيعطل في قلبي عاط شهلك في قلبي وتكرك يا عاط صديك بيعطل في قلبي عاط ادت بيدي ويمشي معي ادت بيدي ويمشي معي بعد ن視ى ولميكنت white بعد ن視ى وعطة ك Spanish كين في الجلس وما intimate كين في الجلس وما لا تحصل بيتها قدروji ها تث Careت أنت تعليận تعليق تعليم 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 عل sich عل 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين ما تصلوا عليه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام دي أعدد صلحة عرب بنرد لصحابه بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا اتلافات ولا أحزاب واللي هي أنهار اللي تشوفوا يا أخويا الله يفتح عليكي الله يفتح عليكي بقى البيت ده كيان واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة ولا يهدى بارك الله فيك يا حق الله يبارك لك الحمد لله نلم إدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد أمام الله بلم الشمل ولا يا سميحة الفتحة الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدوا إياك نستعين إتنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم غير المغضوب عليهم ونالطالين آمين يلا نقوم نصلي ركعتين إيه 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 ما بيقولك قومي نصلي بدل ما جبك من شعرك تاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعال يا ماء تعال يا حبيب كبروه يا إحنا مجدد وتقضى مجدد يا خوف مجدد أيوة هنا حاجة متأكد يا شحاتة حتى ما عايزة مواغزة انت نظرك ضعيف ممكن تسوحي لا متأكد يا حاجة أنا خدتها كعبة دارت كتاكي دي كتاكي كتاكي دي كتاكي ما خدتها ما وصلت على طور طب حيث كده خليك بقى في العربية إيه وعا تلعب في حاجة حاضر حاجة حاضر حاجة والريال السعوري كامل نهاردة ما قولك يا تسعوري بشكل حوار الأضاية ده هيطلع فلانكش فلانكش الله أنت لفلانكش يا دعا أيوة جي يا نعمين يا أستاذ أهو الشيش بتاعك بس كده عنية وقاتلي ساحلة بعق لا 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 هاتله قهوة ها وعندك قهوة مزبوط بقاعد جيه محامي ده شكل مش فهم حاجة وفي الجيرينيه خالص حالرح للمحامي تاني مش فهم حاجة ايه والرجل جابها لك على بلاطة وقالك طالما مقتبر وصغير في السن وماشي حسب شارع ربنا يبقى محاجةش يضل على حاجة ياد ما احنا لازم نشوف سايا نجيب بيها حقنا بقولك يا تسوقي خلينا في شغلنا وفوقك بقى متداكن ده ده كان ايه بتاعات عديم الدم حالنا ومالنا نزيبه كده أحلى أهوة وأحلى شايا يا سازدة وقولك يا أستاذ النهاردة فيه واحد زال عليكم مرتين سايا علينا قدلكش اسم ايه سليم العشقر سليم عشقر أشعر عشقر بلال اركبي يا عوصلك مالوش لزوم يا حن انت قلتيني مالاش هكلمك في مكان اكل عاشق قالي لا استنيتك برا شغلك اركبي صبر فتر عارب نقدر نقعد ونحكي برا حفظة من غير ضجيش ولا خبط وترزيع يا عم ده ضجيش ايه وده ضجيش ايه يا الله انت بخلنا انا بشملها وقالينا قلاك زي ما تكون خلفاء هتخلص عم الغمض قولينا فيه ايه قولنا بعمل حاج ده ريت تنجز وتقولينا ايه السبوبة اللي انت ما مرمطناه والراجل ده عشانا انتو ما بتتذكروا يا وادي وانت قاملنا قابل ايه وانت قابل ايه وانت قابل ايه وانت قابل ايه انا ولا شفناك قابل ايه يا عم تنبيعات الوش دي ما تتنسيش انا لو شفتك قوله عطول هتنبلاع ايه 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 انا شفتكن قابل ايه لما الحشف الواس قلعكن وطرتكن من الشركة عم يلاحسن ما حد شغري قلعنا ايه بالكلام ده او هو هاي اللي بعتك ولا ايه الحقيقة انا لما شفت في اليوم المشقول الحشف الواس عم بيتطرتكن حسان واصعبته علي كتير وبعدين قلت لنفسي لازم دور عليكم ونحط يدينا بيدين بعض عشان نرجع الحق لصعب يا سلام طب وانت مصلحتك ايه قلتها ده شعباء الراجل البركة ده احنا صعيدنا علي الحرام صعيدنا علي مين يا عم قلت لها لعبة من اللعيب الحاج شو ما فيك نظر ولا شايفني بريالي لا هي لعبة من تفصيل الحاج كلها انتوا صعبتوا علي بعدين لما تعرفوا مين انا هتفهموا كل شي تعذروني يا عمي انت الطعميين انا ابو العروس الجديدي يا معطر الرابعة ايوا الزوجة الرابعة الزوجة الرابعة اللي ضحك عليها الحج وعملها البحرط حيني متى انت بتقول بنت المسكينة لمعطرة اللي لقيت حالها ضرة لثلاث نسوان عايشين معها نفس البيت وهلا بنتك المسكينة المعترة ما كانت تعرف ولك يا حصرة منوان بدع تعرف اكل بماغة سيارة اخر مدير وشو فاير وشهر العسل ببيرو مسبحة سجاتة مسويك عشان يحكوش فيه سنانه وما بيسلم على السطين يعني خلانا نبلع الطعم وننفلف على الصنارة عشان هيك انا دورت علي يكون يا ودي وادن ايه ونفلف مين احنا هنعملك ايه يعني في اللي انت بتحكي فيه ده كلنا في الهوى السوق يا شعباب وانا ما الي خاطئ غريب يعني لما ما نكون احنا بديتي مع بعض غير ما تكون انا واحدة وانت واحدة بكون يا ودي واحناش ضمانة بقى ان الكلام ده حقيقي وانا بتلعبش بينا عمنا عدك حق يا تسوفي بعدين مفي اصدق من الصور اللي اخدنيها ببيروت لفرح الحش في الواز وبينتي تفرج اعمل فرح عم الراية في لعب في موزة موزة يا بني يا فواس شبه الله حل ويا شو هيتا يخرب بيتكم نسيتوا اننا بنتي وهلا اعزمكم على غدا عشان سوفي بيتنا عيشوا ملح متل ما بنتموزة ويتا اقولوا شبه الله شوفوا يا وادب شبه الدنيا ايه وفي مثل بيقول ما خسر مين جره ولا تاع مين غره يعني انتو ما رح تخسروا شيء او ايدين قد اللي خسرتو شو رح يكون يوصد كان بجره وتلق لبربا تمام تمام اتغذى من عيوني حنجاتيكو من يوم متابوية والكل نسينا ولقيتنا انا عمي واخواتي متكربسين في شقة قده وصار لا عندنا دخل ولا مهية ولا اي قرش نصرف منه حفيت ورا شغلانة تكفي مصاريف الاكل والشرب والعلاك واشتغلت لكذا حي بس في كل شغلانة بقى كان بيطلع لي عفريق اللي عينه زي غال واللي ايده عايزة اقطعها والمراته مطقنش من باب للطاق كده وكل دقصد ايه شوية ملالين ما بيكفوش اي حاجة لحد بقى ملقيت الشغلانة دي قفاشت فيها بقى دي واسنين بس هم كان شرطهم علي ان انا بقى محجبة وانا قلت النفسي وماله يا بيت مادام فلوسهم كويسة ومعاملتهم كويسة برضو مفيش مانا قلت النفسي قلبس الحجاب جوه الشغل وبرا الشغل بقى قلع بس ده كلام بالصح مفيش لا شرع ولا دين يبالوا بحاجة زي اني ده ربنا قال لا اقراها في الدين وانا جميل قوي انك لبست الحجاب بس الامر بقى تكون لبستيه بقردتك انت وعن اقتناع مش عشان مردتك بزيادة ولا عشان تكسام يا لده صاحب الشغل جايز يكون عندك حق بس هم عرضوا علي شرطه وانا بصراحة كنت مضطرة وهم سابوا لي حرية الاختيار وانا كان علي يوافق يرفض طب قوليهم لما لبستي الطرحة حسيت بيهم خفت ولما بقى لحة بخاف اكتر لو الناس تعرف قد ايه ردنا جميل وقد ايه حنينا وقد ايه حالب بعباده كانوا يعملوا اي حاجة عشان يقربوا منهم وحيحبوه أبطل ما هيخافوا منهم ياريت كل الناس بتفكر زي هك كده يا حاج ما كانش حد عمل حاجة لهو مضطر ولا هو مخصوم قطبني البيت سافاي حاج منهم هو انت ايه اللي جابك وراي الشغل و ايه اللي خلاك دورت علي ها؟ اه؟ ما تقومي اوصلك الوقت الزخر ماشي! ماشا الله! حاجة جميلة! لكن انا هستلم امتى؟ انا اتأخرت جدا! كل شيء بقى هوانة واحدة الشغل عشان يطلع زي ما انت عايز لازم ياخد وقت ياخد وقت ايه؟ انا اجلت قبل كده كتير ومعنديش استعداد البضاء اللي في المخازن يحصل لها زي المرة اللي فاتت طب المرة اللي فاتت ربك ستر وجات سليمة انما مش كل مرة ايه؟ تسلم الجارة! الله يفتح عليك انت الضعف عدد العمال وشغل 24 ساعة زي ما انت شغال كده فهمني؟ خلاص يا حاجة تشوف يا حاجة! مفتتاح باذن الله الشهر الجاي! خلاص يا حاجة زي ما انت عايز! مش زي ما انا عايز! دمعات! وهامل دعياتي على كده يا باش مهندس! مراسع! تؤكد عالله شدي حيلة كده! ان شاء الله الله يا رجالة! ايه! والسلام ورحمة الله وبركاته يلا يا حاجة انت فين يا حاجة كده تدواخني عليك طول اليوم لا دواختني طول اليوم ماشي انا في المول مع الباش مهندس لا لسه بحكي لك ما تيجي تبص بص طيب براحتك لو عايز تيجي براحتك ماشي! ماشي! يلا سلام عليكم! يا شحاتة! نعم يا حاجة! فيه يا شحاتة! ركز معايا يا شحاتة! عايزك تفضل قعد هنا 24 ساعة مع الباش مهندس والعماس اللي يحتاجه الباش مهندس تجيبهوله حاضر حاجة! عايز عمال زيادة تجيبهم له العمال تجيب لهم عشرة تقعد معاياهم اشوفوك كده قعد معاياهم بيه كده وشايل الشنطة دي ممكن فيها فلوس نقبض تقعد فيشتغلوا بحماس! حاضر! فهمتني? مش عايز اي حاجة عشان ااجل تاني! يلا! ربنا معايا! شحاتة! نعم حاجة! طلعلي يا شحاتة! مش عايزك تجيب سر للحاجة منهم باللي قدهولي! عشان لو مش عايز يحكي محرجوش! يا سلام يا حاجة! طول عمرك بتفهم في الاصول! انزل يا شحاتة! خليك مع الناس بها كده وركز! انا رايح مش وارش! سلام عليكم! سلام عليكم يا جالة! انا قلبي مش متطمل للراجل ده! شكله كده عايز يستغلنا لمصلحته! بالعكس! الراجل ده يبقى الكبر اللي هنعد عليه الفواز! يعني هحفتنا في السكة الصحة! انا مش عارف انت متطمله كده ازاي! المصالح يا معلم! هاتو خد! المصالح بتصالح يا شعباب! هو عايز يخلص بنته! واحنا عايزين ناخد حقنا! ايه ده بصنا! برضو! برضو مش عايزين نقوله على كل اللي جوانا! ها! الخوف بس انت تبقى عبع كده وتوقع لأمك! ولا تقول حاجة! لأخوك لا! بلدها تقدينا في داية! لما تقلقش انا مش هقول لحد! انا كل اللي عايز افهمه هو عايز مننا ايه بالزبط! هو الراجل مش ساهل! ها! هتكون فهم يعني عبيد! لا! السواق بصراحة يعني! دخل مزاج اوي! بيفكر على هادي اوي اوي اوي! بيفكر على هادي الممل! عكسنا خالص يا شعباب! احنا جيعيين وصوتنا عالي! وباخدين كل حاجة على صدرينا! ده مأكلش عايش! برضو المثل بيقول لك حرس ولا تخون! انا شغل دماغي يا شعباب! يا عم ركز معانا او! بقول لك لشغل دماغي! ايه ما اصلحت الراجل بعد موضوع بنته ده! شرفني! سايد! خد يا سايد! ايه ده يا حل! الوقت ده جمني ايه! مش عارف بقى اذا كانت امك نسيها في الغسيلة او حاجة كده! امك يا خفيف!